الناس يا دكتور اللي هم مدخنين بشراها العلاج ايه او الحل ايه هل هو بطل تدخين ترجع صحيته كويسة هيقدر ينجب هيقدر يبارس العلاقة الزوجية بشكل سليم يعني ايه حل المدخن ده سؤال في غاية الاهمية والعيان بيسألهولي فعلا طب افرض بطلت التدخين النهاردة انا عندي ضعف وبقالي 3-4 سنين ما قربتش لبعضي يعني لو سمعت الفترات اللي بتقعد فيها فترات عدم موجودة علاقة زوجية هتوزهلي يعني بيقعدوا بالخمس سنين والعشر سنين والاثنشر سنة يقول لي ما قربت الشمارات يبقى لي سنوات مش شهور طيب اعمل ايه بقى طب انا دلوقتي بطلت التدخين هقدر اقرب لها ولا لا سؤال طبعا منطقي جدا وبديئ ولازم نجاوب عليه من خلال الاشعة برضو العالم بيحللنا المشكلة الاشعة قارت لي ان فيه بس ضعف في الدورة الدموية او تسريب في الاوردة بس والانسجة سليمة يبقى لو بطل تدخين مع بعض الادوية هيرجع كويس طيب الاشعة قارت لي لا ده التدخين ده مش بس ضعف في الدورة ابتدى يعمل تلايف في الانسجة بقت فيه حتة تلايف يعني حتة ميتة داخل الانسجة الاسفنجية دي بقت حتة ميتة ما بتخدش فيها دم يبقى في الحال دي حتى بس هو مطلوب يبطل السجاير عشان نعمل له عملية الدعامة يبقى هنا الحل الوحيد هي عملية الدعامة بس برضو هنخليه بطل في سجاير قبلها يعني دكتور فيه إشاعات وفحوصات بتبينينا ان التدخين هو السبب الأساسي في المشاكل اللي احنا ممكن نكونوا مطلوبة مثلا واحد يقول لي لا أصنع مش عايز عملية قول له عايز أو مش عايز دي بتبقى في المطعم الكلمة الشهيرة اللي بقولت دي في المطعم بتبقى تقول له عايز فراخ عايز سمك عايز ولدن عايز مشوي عايز مقلي دي عايز دي في المطعم في الطب في أي فرح أنا دكتور أو بروح لأي دكتور في أية خاصة اللي بيقولولي بعمله مش أنا عايز يقول لي لا أنا مش عايز عملية لا عايز أو مش عايز دي بره عايزة الدكتور في عايزة الدكتور الحالة بتفرد كذا ممكن بقى تعمله ومتعملهش براحتك لكن الحالة بتفرد عليك ان احنا لازم اعملك عملية الدعامة لأنك انت دخنت فترة طويلة بحيث قدت للتغير دائم في الأنسجة مش هيتتم غير بعملية الدعامة أو كان مع التدخين حاجة تانية زي السكر والسمنة والضغط وكده فلازم عملية الدعامة مفيش حد يقول لي لا أنا مش عايز عملية كلنا مش عايزين عملية مفيش حد بيحب العملية بس أنا بسأل نفسي هل مش أنا بحبها ولا لا أنا مش في مطعم بشوف إيه اللي بحبها لا أنا مفروضة علي ولا لا مفروضة أعملها خلاص أعملها